اشتركوا في القناة المحاضرة لا بأس من بيان بعض الاشياء الامر الاول ان تعاطي المخدرات في العراق يعبر عننا الان بالظاهرة والظاهرة بمعنى الامر الطارئ على هذا المجتمع بحيث انها بحسب التقييمات لم تصل الى ان تصبح حالة من حالات المجتمع المتأصلة وما دامت القضية الان في طور الظاهرة فمن اليسير بالقياس يعني الحالة الثانية من اليسير معالجتها الامر الثاني ان الغاية الاساسية التي لاجلها يعني ينعقد هذا المؤتمر وهو للبداية في الخطوات الاولى للمعالجة وقد تكون يعني ذكر هذه الخطوات هو استباق للتوصيات التي سيخرج به هذا المؤتمر لكن الامر ينحصر في الغاية الاساسية هو عملية التنبيه يعني النقطة الاساسية التي سيخرج به هذا المؤتمر والتي سيقوم به من عمل فيما بعد أنه ينبه فئات المجتمع المختلفة على خطورة هذه المسألة ومقدار انتشارها وكيفية معالجته بمعنى أن جميع ما سيطرح في هذا المؤتمر بجهاته المختلفة من الجهة الدينية أو الجهة القانونية أو الجهة الاجتماعية بأي صيغة من الصياغ هو بالنهاية سيوضع في إطار إعلامي يسوق للجمهور على أساس أنه ثقافة عامة تساهم في الوقوف ولو يعني للوهل الأولى في وجه هذه الظاهرة ومحاولة إخراجها أما أنه القضايا التفصيلية فالمفروض أنه كل جهة من الجهات عندها خطة خاصة بمعالجة مثل هذه الظاهرة الدخول في محاور المحاضرة أصل التشريع الإسلامي مسألة التحريم والتحليل للأشياء في مذهب أهل البيت عليه السلام يخضع لضابطة أساسية أنه ما من فعل يحرم أو يجب إلا على أساس ما هذا الأساس في الإصطلاح الأصولي يعبر عنه بالملاك بمعنى أنه جميع الأحكام أن جميع الأحكام تدور مدار الملاكات الملاك الذي يعتمده مذهب أهل البيت عليه السلام هو ملاك المصلحة والمفسدة طبعا بخلاف توجهات الغربية الآن التي تعتمد في تشريعاتها على ملاك المنفعة والمضرة بمعنى أنه عندما يكون النافع هو الحق والضار هو ما يقابل الحق عندنا ما فيه المصلحة هو الحق وما فيه المفسدة ما يقابل الحق الفرق اللي يكون بين النافع وبين الذي فيه المصلحة فرق مهم جدا بعض الأشياء قد يرى من قبل الأفراد أنها نافعة لكن الشارع يشخص أن فيها مفسدة فلذلك مو بالضرورة كل شيء نافع ممكن يكون واجب قد تكون بعض الأشياء النافعة أشياء محرمة بل قد تكون بعض الأشياء المضرة أشياء واجبة في شريعتنا كثير من الأحكام يعبر عنها بالأحكام الضررية أصلا هو نفس الحكم الشرعي يلحق ضرر بالشخص لكن إلحاق الضرر به بهذا المقدار فيه مصلحة أحكام كثيرة كأحكام الزكاة أحكام الخمس أحكام الحج أحكام الصوم الإنسان عندما يمنع من الطعام والشراب المفروض أنه يمنع من لذاته ومن منافع عندما يمنع أو يؤمر بأن يخرج جزء من أمواله ويدفح إلى الفقراء بشكل قسري هذا نوع من الإضرار بأمواله عندما يؤمر بإقامة مناسك الحج التي فيها ما فيها من المشقة المفروض أنه فيها إضرار فالضابطة عندنا تختلف عن الضابطة الموجودة عند الغرب في التشريع الغرب يعتمد على فلسفة خاصة في تشريعه يعبر عنه بالفلسفة البرجماتية أي الفلسفة النفعية الإنسان والقرآن يصف هذه الطائفة من الناس التي إنما تبحث عن منفعتها إذا كان الدين ينفعها في هذه الجهة فهي تأخذ به وإذا كان يقف في وجه مصالحها في جهة أخرى فهي تمتنع عنه وتعاديه وكثيرا ما تسمعون في خطابات الرؤساء الغربيين هذا المصطلح اللي عبرون عنه أنه ندافع عن قيمنا قيمنا الغربية هذه القيم مردها في النهاية إلى هذه الفلسفة قيم النفع عندنا القيم الحقيقية هي قيم المفسدة والمصلح فإذا كان الإنسان يستطيع أن يشخص ما هو نافع له وما فيه مصلحة عفوا ما هو نافع وما هو مضير ما فيه المصلحة لا يقوى على تشخيصه باعتبار ملاكات الأحكام تحتاج إلى أن شخص له القدرة والإحاطة الذهنية الإحاطة العقلية بجميع ما موجود من مخلوقات حتى يرى أن هذا التشريع إنما فيه المصلحة للجميع الشرع عندنا ميزة عند الشرع الشرع إذا شرع شيئان لا يمكن أن يضمن مصلحة شخص ويلحق الضرر بشخص آخر وظيفة الشرع أن يحفظ مصالح الجميع فهذه المهمة الحفاظ على مصالح الجميع تحتاج إلى مشرع له القدرة على أن يحيط بالجميع حتى يأتي بتشريع يحفظ مصالح الجميع تماما هذه نقطة أولى في قضية تشريع الأحكام الشرعية في مسألة تشريع حرمة الخمر أشارت بعض الآيات إلى أنه بعض الناس يرون أن الخمر منافع وللخمر مضار وأن نفعه أو ضرره أكثر من نفعه هذا النفع عندما يذكر في القرآن هذا النفع بنظر الشخص نفسه أن الشخص يرى أن الخمر مثلا ممكن يكون فيه شيء من النفع له يولد له مثلا شيء من الراحة النفسية شيء من إخراجه من حالة الشد العصبي والضغط العصبي إلى شيء من الارتخاء نسيان مشاكل عموما هذا النفع الذي يراه الإنسان نفعا الشارع يراه مفسدة هذه نقطة النقطة الثانية يعني بعد فكرة التشريعات العامة أنه جميع التشريعات لا بد أن تخضع لمصلحة الشارع شخص أن هناك شرور كثيرة موجودة وأنه من ضمن يعني من ضمن مهمة الشارع أن يقطع الطريق على هذه الشرور ويمنع من وجودها في الخارج فهذه الشرور يصير قمحها وقطع الطريق عليها من خلال إيجاب جملة من الأفعال على الناس أنه على الناس أن يقوموا بجملة من الأفعال المصلحة الحقيقية في هذه الأفعال أو قد تكون واحدة من المصالح الأساسية في هذه الأفعال هو قطع الطريق على هذا الشر من أن يخرج قطع الطريق على هذا الشر من أن يخرج بحيث ورد في الحديث أن الله عز وجل جعل للشرور أقفالا كيف يجعل للشرور أقفال يجعل للشرور أقفال بمعنى أنه يجب ويشرع جملة من الأفعال التي يجب على الإنسان أن يقوم بها حتى يمنع من وقوع الشر في الخارج المشكلة الكبيرة هناك إشارة من الشرع أنه هذه الأقفال كلها التي هي المفروض يعني غالقة للشرور جعل لها مفتاح واحد وهو شرب الخمر شرب الخمر مفتاح لكل أقفال الشر المفاسد الموجودة عندما يشرع الشارع شيء ما مثلا عندما يشرع الصلاة عندما يشرع الصلاة يقول واحدة من الوجوه التي في الصلاة واحدة من الوجوه التي لأجلها شرعت الصلاة أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر نفس هذا الفعل الذي يمارسه الإنسان قادر على أن ينهى عن إيقاح هذه الشرور بمعنى أن الصلاة هي قفل أكبر لكل الشرور في قبالها ممكن يكون لصلاة منفعة أخرى التي هي المنفعة التي لأجلها وجد الإنسان أنها معراج لكل مؤمن فالفعل الواحد الذي يشرعه الشارع على نحو الوجوب يمكن أن تلحظ فيه هذه القضية قضية الشار وأنه يكون غلق لباب من أبواب الشار ومن جهة أخرى هو فتح لباب من أبواب الخير هذه القضية هناك جملة من الذنوب التي يمكن أن يمارسها الإنسان والتي تفتح عليه أبواب وترفع عنه كثير من الرحمات التي حلت عليه بسبب التشريعات فالذنوب التي ترتكب ممكن تكون مفاتيح لشرور وهذه القضية يشير لها أمير المؤمنين عليه السلام في دعاء كوميل أنه يستعيد بالله مثلا من الذنوب التي تهتك العصام من الذنوب التي تنزل النقام كل ذنب يمكن أن يؤدي إلى شيء ما من الشارع الله عز وجل في قبال هذا الأمر الشرير جعل قفلا لهذا الأمر جعل فعلا من الأفعال يغلق هذا الباب فتصوروا مقدار الخطر الكبير في هذه الممارسة التي هي ممارسة شرب الخمر أنها مفتاح لكل قفل جعله الله عز وجل على الشرور هذا باب أساسي يبين أهمية وثقل هذا الباب الذي نتكلم فيه إلى الآن عندنا نقطتان النقطة الأولى أن التشريع إنما يكون على أساس ملاكات وهذه الملاكات هي ما يعبر عنها بالمصالح والمفاسد والنقطة الثانية أن موضوع البحث الذي نتناوله الآن والذي يكون المخدرات طبعا فرع من فروح هذا الخمر الذي سنتكلم فيه أن هذا الأمر الثاني من الخطورة بمكان من الخطورة بمكان أنه مفتاح لكل الشرور هذا الأمر الثاني الأمر الثالث الذي نتكلم فيه أنه كيف ندخل إلى محور كلامنا الذي هو في المخدرات كلامنا الآن عموما في الخمر ومن بحث الخمر يتفرع إلى هذا البحث الذي نتكلم فيه قضية الخمر أصلا هذه اللفظة إنما وضعت لهذه الحالة التي هي حالة شرب الخمر أنه التسمية لهذا الشراب الخاص بهذا اللافظ باعتبار أنه ما يوقعه من أثر يعني بلحاظ ما يقع من أثر في الخارج تمت تسمية هذا الشراب بهذا المصطلح بهذا اللفظ الخمر كلنا نعرف هذه المفردة مفردة أنه المرأة عندما تريد أن تستر وجهها يعبرون عن الساتر الذي يستر وجهها بالخمار الخمار ميزته ستر ستر شيئ ما الخمر سمي خمرا لأنه يستر شيئا ما يغطي على شيئ ما يقع في طريق شيئ ما هذا الشيء الذي يقع الخمر في طريقه والذي يستره هو العقل يقولون الخمر إنما يخامر العقل بمعنى يستره وستره للعقل بمعنى يمنعه من أن يتصرف بما هو مطلوب فإذا كان دور الخمر هو هذا أنه يمنع العقل من التصرف فالغريب في المسألة أنه خطورة هذه القضية أن العقل صار شرطا من شراءة التكليف العامة الإنسان لا يمكن أن يكلف بأي تكليف بمعنى أنه لا يستطيع أن يتكامل بأي ممارسة يمارسها إذا كانت هذه الممارسة من غير عقل الإنسان عندما يطلب منه أن يقوم بجملة أعمال هذه الشريعة عموما إنما شرعت لأجل كمال الإنسان ورقيه فالضابط الأساسي في الكمال حتى يكون الإنسان يعني يحصل على أثر الشريعة يكون كل فعل يقوم به يقوم به عن اختيار يقول هذا فعل اختياري قام به عمدا قاصدا متقربا أما إذا ستر عقله فالمفروض أن جميع الأفعال التي سيقوم بها ستخرج عن هذه الدائرة وإذا خرجت هذه الأفعال عن دائرة الاختيار المفروض أنه لا أثر له تصبح أفعالا لا يعاقب عليها الإنسان ولا يثاب عليها الإنسان الأفعال غير الاختيارية إلا في بعض التشريعات اللي هو في بعض الضمانات عموما الخمر مشكلته الأساسية أنه يستر العقل يوقف العقل فإذا انتقلنا إلى هذه النقطة الثانية وهي ما هي أهمية العقل في الشريعة كيف ينظر المشرع إلى العقل وكيف يهتم به ما هي ميزته العقل أول رواية في كتاب الكافي اللي هو عمدة ما نعتمد عليه في باب الروايات أول باب من الأبواب هو باب العقل الشيخ رحمة الله علي عندما رتب كتاب الكافي هناك جملة من الأمور التي جعلها في البداية ما يخص العقيدة الإنسان عندما يريد أن يعتقد بمجموعة عقائد عليه أن يلتزم بهذه الأمور ومن ثم ينتقل إلى الدخول في الفروع وما يجب عليه أن يقوم به من أعمال أول بداية أول باب في باب الكافي هو باب العقل وأول رواية في هذا الباب هذه الرواية المعروفة عندكم أنه أول ما خلق الله العقل قال أقبل فأقبل قال أدبر فأدبر قال بك أعاقب وبك أثيم إذا صار محور الثواب والعقاب يدور مدار العقل أنه متى ما وجد العقل فإن الإنسان يثاب وإن الإنسان يعاقب وإذا كان بلا عقل فإنه يصبح من دائرة أجلكم الله يصبح في دائرة الأضل سبيلا اللي هو الحيوان الإنسان كماله فضله على باقي الخلق الله عز وجل كرمه وفضله إنما بهذه الجوهرة النفيسة التي هي العقل العقل أساس الكمال في الإنسان إنما يطلب من الإنسان أن يشرع في السير إلى الله عز وجل عندما يبلغ سن التكليف مطلوب منه أنه في اللحظة التي يبلغ هذا السن أنه يتكامل يصل إلى ما هو مطلوب منه وكماله الأساسي محصور في المعرف أن يكون عالما عارفا لا يمكن للإنسان أن يؤدي دوره في هذه الدنيا الله عز وجل خلق هذه الدنيا وأوجدها لغاية ما هذه الغاية أنه يريد أن يسهل على الإنسان طريق التكامل طريق العودة إليه فإذا كان طريق تكامل وطريق عودة متوقف على أنه يؤدي هذه الأعمال باختيار وبعقل فهنا يكمن الخلل الكبير الذي جاء به الشيطان والذي جاءت به النفس التي تريد أن تخرج عن الطريق أنه يهاجم هذه القضية أنه كيف أنا لو كنت في الجهة الأخرى وأريد أن أوقف مسار هذا الشخص كيف أستطيع أن أوقف مسار الإنسان بما هو إنسان ومن ثم نتنزل قليلا قليلا كيف أستطيع أن أوقف مسار أمة بكاملها كيف أستطيع أن أوقف مسار شعب بكامله الشيطان عندما ينظر وله القدرة على هذه القضية أنه من أين يهجم على هذا الإنسان من أين يأتي إليه طبعا في الروايات التي تطرح بالشكل الملائم لكل العقول أنه اخترع له أمراني اخترع له الناي بمعنى أدخل عليه باب الموسيقى واخترع له قضية عصر العنب اخترع له الخمر واخترع له الموسيقى الآن عندما أسأ الموسيقى خارج البحث أنه ما هو تأثيرها في تكامل الإنسان هذا بحث آخر اخترع الخمر بالذات عندما تصفه الروايات بأنه اخترع شيطاني باعتبار أن الشيطان عندما توعد الإنسان ووصف نفسه بأنه سيقعد في هذا الطريق المستقيم البين الواضح أنه ما الذي سيقوم به الشيطان يعني ما الذي سيقوم به لا يمكن أن نتصور أنه سيدفع الناس بيده مثلا له سيخترع جملة من المعوقات التي تقف في هذا الطريق فواحدة من المعوقات الكبيرة التي أوجدها الشيطان في طريق الإنسان أنه التفت أن جميع الأعمال مدار قبول الأعمال مدار الإثابة على هذه الأعمال إنما يكون إذا كانت عن اختيار وعقل فإذا كسرنا هذه الضابطة يكون عمل الإنسان في هذه الدنيا هباء منثورة يعمل ويتعب ويشقى في هذه الدنيا ولا يصل في النهاية إلى نتيجة عموما فهذا التركيز إذا صار على خطورة هذه المسألة وإنها مفتاح لكل شر وإنها العقبة الأساسية في طريق الناس التفت الآن هناك بعض الصور التي تنقل في التاريخ أنه كيف تهاجم الأمم يعني هذا أيضا إيحاء شيطاني في المسألة من القضايا المشهورة أنه الصين الآن يعني في هذا العدد الهائل من الناس والخبرات الكثيرة والإمكانات الكبيرة الصين ليست الآن يعني محل خطر بالنسبة للأمم الأخرى يعني من كان يدخل في باب السياسة في أي زمان من الأزمنة عندما يستعرض خارطة العالم ويشاهد هذا الموقع الجغرافي وهذا العدد السكاني وهذه الإمكانات الهائلة يبدأ يستشعر الخطر مهما يعني تقادم به الزمن مو بالضرورة أنه سياسي الآن يدرس في جامعات ويطلع على تفاصيل السياسة يعني تصوروا نابليون في زمانه كان يحذر من الصين وأن هذا المارد أو التنين يعبر عنه يقول هذا التنين لا بد أن يبقى نائما البريطانيين عندما استشعروا خطورة الصين يقول كان همهم الأكبر أنه كيف يعني يوقفون تقدم هذه الأمة كانوا بكل وسيلة من الوسائل يهربون المخدرات إلى الصين وبأزهد الأسعار يعني بالإمكان إيصال المخدرات لأبسط الناس بأزهد الأسعار في ذلك الزمن الهم الأكبر أنه هذه الأمة لا بد أن تبقى نائمة نومها كيف يكون حتى التعبير لا بد أن تبقى نائمة لا عقل لها إذا كسرت هذه الآلية فيها المفروض أنها أمة بعد لا يخاف منها فالموضوع الخطير الآن الذي أتكلم فيه أن هذه المخدرات هي فرع من هذه الفروع الذي هو فروع الخمر لكن المشكلة أنه قضية قطورتها كبيرة المشكلة أن هذا الموضوع كما ذكرت لكم في البداية هو ظاهرة وبما أنه ظاهرة كل ما عندنا من معلومات عنه هو عبارة عن مشاهدات بصرية في أفلام يعني كنا نشاهد الأفلام المصرية وكيف أنه كانوا يتداولون في هذه القضية فهذا الموضوع غريب على مجتمعنا فلذلك إلى الآن إلى الآن ربما لا يستشعر الخطر وحتى أنا بعض الأخوان هسا من إجا وطرحوا هذه القضية باعتبار هو مطلع أنه قلت أنا مثلا أعرف هسا عنواع مثلا معينة من المخدرات الحديا منطقة واصل مثلا دخول المخدرات قال له هذا العنوان قلت له هذا العنوان موجود مثلا الأعلى قال له هذا مثلا غالي الثمان فحتى هذه القضية أنه عندما تسأل الآن عن أشهر نوع من المخدرات الآن يعني مشهور في هذا المكان هذا من يطرح أيضا بهذه الطريقة يوهن وكأنه القضية إلى الآن لم تصل إلى حد الخطورة وأنه الخطورة تكمن مثلا في العناوين العالية من المخدرات هذه الكوكاين مثلا اللي البعض الآن يذكر أنه سعرها داخل العراق سعر الإغرام الواحد 200 دولار هذه قضية وهذا من الخطورة كلما طبعا كلما يتقدم نوع المخدرات كلما ما تطرح القضية على أن المتداول في العراق هو نوع خاص من المخدرات زهيد الثمان ممكن أن يعني يصنع في البيوت ممكن أنه هذه هذه الثقافة هي نوع من التوهين لهذه المشكلة المشكلة الأكبر أن المخدرات فرع من فروع الخمر باعتبار أنه يمسكر ويغطي على الأقل بشكل أكبر ومشاكل أكثر هذا الموضوع المفروض أهل الصحة أكثر دراية به أهل الأمن أكثر دراية به ما يمكن أن يسببهم المشاكل المفروض أنه يبدأ الإنسان يستشعر يستشعر خطورة هذه القضية إذا ما استشعر خطورة هذه القضية لا يمكن أن يتحرك لا يمكن أن يوجه يعني أفعال من جديد تجاه هذه القضية مثلا سعندنا في الشريعة بعض الروايات النبي صلى الله عليه وآله في قضية العياد بالله مثلا الله يحفظكم إن شاء الله من هذه القضية مرض الجدام مرض الجدام من ذلك الوقت يشير يقول فر من المجدوم فرارك من الأسد شقد الأسد خطير إذا شفت شخص مجدوم لا تفكر في لحظة ما أنه تبقى مجاور ليش لأن هذا المرض من الخطورة أنه يعني في ذلك الزمان وحتى الآن لا يمكن السيطرة عليه ومرض خطير جدا لو تحولت هذه الثقافة الآن أنه هذا الأمر اللي هو المخدرات بالإضافة إلى كونه أمر محرم أمر يمنع الإنسان من أن يتكامل أمر يقف في طريق الله عز وجل بالإضافة إلى هذا الموضوع اللي هو الموضوع الأساسي والأكبر أنه يوقع ما يوقع من مشاكل صحية من مشاكل اجتماعية من مشاكل أمنية لو نظر إليه بهذا المنظر أن هذا الأمر البسيط أو هذه الممارسة البسيطة لها كل هذه المشاكل يعني مرة قضية تؤثر في المسألة الاجتماعية لكنه لا تؤثر في الأمن لا تؤثر في الاقتصاد مشكلة هذا الموضوع الآن الذي هو خفي لا يستشعر خطره أنه ما أن يطأ الأرض في مكان حتى يكون فسادا في كل شيء يعني لا يستثني جهة من الجهات فساد في كل شيء كما أن الله عز وجل مطلع وله إحاطة وشرع التشريعات على أنها تضمن مصالح الجميع الشيطان له من القدرة والإحاطة أنه يجعل في قبال هذه التشريعات ما له قدرة يعني قد تكون موازية لمصالح التشريعات مفاسد الشيطان من السعة بمكان أنها قد تكون موازية لهذه المصالح الواسعة أمر بهذه الخطورة وعندما يصفه الشرع بأنه مفتاح لكل شر مفتاح للأقفال التي جعلت على كل الشرور المفروض أنه يلتفت إلى خطورته وثقله عموما الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى هذه الظاهرة الأمر من جهة النظر الدينية بعيدا عن النظر الأمني أو النظر أنه الواقع الذي دخلنا فيه وأنه الآن نحن محاطون بجملة من التهديدات التي يمكن أن تذكر يمكن أن تنظر القضية بهذا المنظر إما طبعا يراد بالبداية أنه تحديد الفئات العمرية أو الجنس اللي يمارس هذه الممارسة أنا مثلا كرجل دين المفروض عندما أمارس عملية التبليغ تجاه هذه القضية كون يصير عندي تشخيص أنه ما هي هذه الجهة المستهدفة في كلامي أنا أتكلم مع من ما هي أعمار هذه الجهة إذا قدرت أشخص هذه القضية في ذلك الوقت أنا أبدأ في منهاجي العملي في التبليغ أنه إذا كان الغالب مثلا الآن كما يشتهر أنه هذه الفئة اللي هي فئة الشباب مثلا المنحصرة في السن الكذائي إلى السن الكذائي هم اللي يرتادون أماكن هذه الممارسات فنبدأ بالتشخيص أنه هذه الفئة من الشباب المفروض أنه ما الذي منع جملة من الشباب أن تأتي إلى هذه القضية وجاء بهؤلاء إلى هذه القضية الواعز الديني عند هؤلاء ما هو ثقافتهم الدينية ما هي هذا طبعا بالنسبة إليك رجل ديني المفروض أنه كيف أتحرك على هؤلاء فالآن هذا الهجوم الكبير على التدين وما يسوق من نفرة الشباب عن التدين وهذا الأمر صار واضحا مثلا في هذه الرغبة اللي فتحت رغبة الهجرة من هذا المكان إلى إلى الغرب فالمفروض أنه كيف أبدأ في تأسيس هذه الثقافة الدينية عند هؤلاء الشباب بالإضافة إلى أن هذا الشباب يعني هذا الشاب أنه برغم ثقافته الدينية البسيطة إلا أن هناك عامل آخر كن أخذ بنظر الاعتبار أن هناك جهة ضاغطة لها قدرات على تسويق مثل هذه القضية بشكل كبير أنا ذكرت لكم أنا عفوا ذكرت لبعض الأخوة نقطة كان سمحت الشيخ على الطلاع بهذا الموضوع مرة من المرة تشوفوا هذا الأمر كيف يسوى أنا مرة من المرة توقع بإيدي يعني عشبة تباع في أبسط دكان موجود الآن في كربلا سعرها بربع دينار كيس بأعشاب مرسوم بشخص أنه يمثل القوة بربع دينار سعر الكيس هذا الغريب بيه أنه يعني يدعى أن هذا مجدد حيوية هذا يعطي قوة للإنسان فبعض الأخوان قال هذا تناولة هذا جدا مفيد من تشم رائحته رائحت هذا البطنج بس الغريب أنه هذا ما أنت تناوله حتى فترة قياسية شعور بالقوة عجيب غريب بالمصادفة بعض الأخوة اللي زائرين اللي يجون يمنى بالتوجيه هذا دكتور مختص بالمفاصل فقلت له دكتور أنه هذا شنو قضيته هذا غير قدرة عجيبة على إعطاء القوة قال لي شيخنا هذا كله مليء بالمخدرات هذا هذا الكيس أكون نوع من الحبوب الآن تنتج في سوريا غزة الخليج غزة الأردن غزة الدول العربية هذا الكبتاجون هذا نوع من الحبوب يطحن الآن وبأسعار زهيدة جدا ويوضع في هذا الكيس زين ويباع على أنه عشبة تجارة رائجة طبعا الآن هذا الموضوع تصوروا فنون الجهة الضاغطة كم هي الأسعار زهيدة وما هي الطرق هذا إذا الإنسان اعتاد عليه شيئا فشيئا بالبداية يدخل على أنه عشبة وفيما بعد يبدي اعتاد وأنه لا يمكن أن يشعر بالقوة والطاقة إلا عن هذا الطريق فالفكرة أنا كرجل دين المفروض عندما أريد أن أتحدث مع هؤلاء الأشخاص من جهة لا أحملهم تمام المسؤولية لنقص ثقافتهم الدينية بل كون إنه كيف أحصنهم تجاه هذه الجهات التي جاءت تشتغل عليهم بشكل غير مباشر فالمفروض الآن أنا إذا أريد أن أخرج بتوصيات هذا التثقيف أو هذا التسويق الإعلامي الذي سنقوم به إن شاء الله من خلال هذا المؤتمر كون يركز على هاتين الجهتين الجهة الأولى هي جهة هذا المستهلك لهذه العملية والجهة الثانية أنه الجهات التي تعمل بالضد من هذا الشخص وفنونها بحيث أنا أتكفل ببيان الطرق والممارسات التي تمارسها هذه الجهات حتى أكون محصنا لهذا الشخص مو فقط أنه هذا الشخص أنا أحصنه دينياً بشكل شخصي هو حتى يمتنع هو بشكل شخصي هؤلاء من الفين أنه إذا أحصنه من جهة يمكن أن يفتحوا عليه الباب من جهة أخرى تصور أنا الآن ربما أخرج قليلاً عن الموضوع يومية إذا أكون مبالغ بين يوم ويوم يجينا شخص يستفتي على مسأله من بدأ إلى الآن يمكن عشرين صورة أخذت عشرين صورة أخذت شركات التسوق التراكمي عشرين صورة أخذت إلى الآن هذه الصورة ازدهرت اشتغلوا بها الناس استفتوا قالوا لهم هذه المسألة مو صحيحة شرعان فاشتنبوا من اشتنبوا رأساً طلعت في الشركة أخرى أخذت فالصورة تحاول أنه تسد النقص الفقهي اللي صار بالصورة السابقة وهكذا سبحان الله لو تشوفون لو واحد يسوي إحصائية لهذا الخطر اللي هو خطر التسوق التراكمي صور مختلفة في كل لحظة يأخذ صورة مختلفة باعتبار أن الشرع يصد هذه الجهة تختفي وتطلع صورة أخرى هذه القضية كذلك صور مختلفة يظهر بها هذا العنوان اللي هو عنوان تعاطي المخدرات ومو صور كلاسيكية ومعروفة وإنما بصور يعني تجعل هذا الإنسان إنسانا قابلا لهذه الممارسة أنا أطلت عليكم كثيرا أسأل الله لي ولكم إن شاء الله تمام التوفيق والعافية والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ترجمة نانسي قنقر